وأؤكد للجميع أن مكان السيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أوجدان المسلمين في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يبسها قول أو فعل كما أؤكد الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب سيصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة فجوهر الدين هو التسامح ولنستلهم معا في هذا الإطار الدروس والعبر من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق فرسخ عليه الصلاة والسلام أسس تعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع فلا إكراها في الدين وختاما فلنجعل من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نبراسا يضيء لنا الطريق لنعمر ونحقق المفهوم الحقيقي للرحمة في مواجهة جماعات القتل والتخريب ولنجعل من وطننا صورة مشرقة ولنجعل من وطننا صورة مشرقة لفهم وتطبيق صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف حتى نبعث برسالة من مصر مهد التاريخ والحضارة مهد التاريخ والحضارة الإنسانية تؤكد سماحة الأديان وتجعلها سبيلاً لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومسرنا الغالية في تقدم ورفعة وتقدم الحقيقة ده الخطاب المكتوب إذن تابعنا من العاصمة القاهرة جانباً من Delicious جكو جكو جهو 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 ج جوج جهو ج Mat